السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تعلم مع أبو يحيى حلقة اليوم تدور حول الارس اي ما هو الارس اي وكيف يمكننا استخدامه تعالوا نشوف خلينا نضيف الارس اي احنا عندنا الشارت حقنا بالبناء اللي احنا عملناه هذا قلنا متوسط ميتين متوسط خمسين متوسط مية متوسط خمسين بولينجر متوسط عشرين مع البولينجر يكون مضاف ما يحتاج تضيفه تاني الان نبنضيف الارس اي تجي للمشارات وتشوف اارس اي رلاتيف سترينث انديكس او انديكيتر تضغط عليه يطلع لك بهذا الشكل حيطلع لكم ممكن لونه مختلف وما في خطوط اضغط دبل كليك عشان تدخل على الاعدادات دبل كليك على الخط هنا تقدر تغير اللون اعتقد اللون اللي جاي عندكم كذا انا خليته فاتح كل بساطة خلي الاربعطاش زي ما هي خلي الثيكنيس ما هتغير شي من هنا اغير اللون لو حبيت بعدين تعال في الخطوط العرضية موجود عندك الثلاثين لونه احمر انا خليته اخضر عندك السبعين مضاف سيبه ضيف اعمل اد وضيف خمسين وغير لونه لللون اللي ناسبك انا حطيته اصفر وضيف عشرين لو حبيت وخلي لونه اخضر اخضر غامج او اي لون يناسبك انت بعدين نقول له سيت اس دي فولت او خلي الاعدادات هذي على طول وقول له موافق او اوكي فيطلع عندك بهالشكل ايش هذا هذا يطول العمر معادلته بكل بساطة انه يحسب لك الهاي الاعلى حق اربعطاشر شمعة اربعطاشر شمعة اخلي بالك يعني لو انت على الساعة فحيجمع لك اربعطاشر شمعة حق الساعة الهاي واربعطاشر شمعة اللو اللي هي حق الساعة لو انت في اليومي هيحسب لك اربعطاشر شمعة على اليومي يعني اربعطاشر يوم فاشان كلا تلاقي حركته هنا ما فيها تذبذب عالي لكن على الساعة التذبذب عالي شوية وتقدر تضارب فيه عشان كده اغلبية المضاربين اللي على الفريمات الصغيرة يحبوه حبا جمع يساعدهم كثير طيب اضفنا السبعين او مضاف المهم عندنا السبعين والخمسين والثلاثين والعشرين فين النقاط اللي يعطيني هي الاريس اي للدخول وفين النقاط حقة الخروج الفكرة الاساسية انت فوق خط السبعين فهي نقاط خروج لانك متشبع شرائيا انت وصلت لتشبع شرائي خلاص لازم تخرج في هذه الاماكن لانه حيصير تصحيح وفعلا بيصير تصحيح اذا انت عند الثلاثين او تحتها او قريب من العشرين فهي اماكن اماكن تشبع بيوع وهي اماكن شرائية للمضارب اشتري فيها خلينا نجرب لو نبدأ نحط علامات شرائية فعنا اشتري هذا مخترق مستوى الثلاثين خلينا نشتري هنا عند اختراق مستوى الثلاثين فان كمان اقدر اشتري اقدر اشتري هنا عندي اختراق مستوى الخمسين واخري هذه مستوى الخمسين صار اختراق اشتري وان كمان شراء نقدر نشتري هنا باختراق الخمسين مرة ثانية شراء اختراق الخمسين اختراق الثلاثين شراء عند انا نجرب اختراق الخمسين المرة الاولى المرة الاولى انا هنا اختراق الخمسين وكمان فيه شرة تاني هنا كمان فيه شرة تاني شوف قديش بيعطيك علامات دخول اختراق السبعين فين 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 شرة 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 خلاص هنا كمان مستقبلا لما يخترق المستوى الخمسين تاني مرة حيكون فيه شرة طيب والبيع هذا البيع ساهم على تحت يقول لك اول بيع شرعت هنا طلعبك نزل بك تبيع هنا بكسر خط او ايش بكسر خط هنا بالانعكاس والنزول انه خلاص بينزل تصحيح وكمان هذه مناطق بيع اذا انت مشتري في مناطق دنيا زي هنا وما اشتريت هنا اشتريت هنا ما بعت هنا لو كسر بك تبيع وكمان في خروج هنا في خروج ci تبيع هنا في خروج ci تبيع هنا في خروج يلا عاد في خروج هنا في خروج هنا وان هذه خروج هنا طيب هذه نقاط دخول ونقاط الخروج على الماكد اه سوري على الارس اي هذه نقاط الخروج والدخول على الارس اي ده حين خلينا نشوف هل تتطابق مع الاسعار ولا لا احنا فاتحين على المؤشرة العام طيب كويس ما احنا فاتحين على سهم معين اشان لا تقولوا قاعد يطبلوا ولا شي انتوا على محسسة اوي 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 نفتح هذه خلينا اشان تساعدنا هنا عندنا نقطة دخول اعطاني الارس اي بocة دخول واختراق مستوى الثلاثين يعني شوف الشمعة فان موقعها من الاطراب على البولينغر في قاع بولينغر فمعناته هذه نقاط شرائية جيدة لا بأس بها طيب وهنا اخترق اخترق خطة العشرين لو تلاحظوا خلينا نعمل زومين كيف نعمل زومين هنا كده لأسبوعين طيب قلنا هنا الشمعة هاد بعدين هنا دخلنا ثاني مرة باختراق خطة العشرين مش الخمسين شايفين العشرين باختراق خطة العشرين دخلنا ثاني مرة هنا خرجنا لانه قمة بولينجر بدأت العكاسة تيجي ومعت في عزم الاستمرار هذا يطيك العزم فلازم تسمع كلامه تخرج داني خروج خرشت نزل السعر الداني خروج هنا عند كسر خطة المستوى الخمسين وهو في نفس الوقت كسر المتوسطين مش متوسط واحدة العشرين والخمسين اعطاك خروج نجي هنا اعطاني دخول باختراق خط مستوى الخمسين فوق هنا اخترقت الشمعة وقفلت الشمعة الجديدة هنا اعطاني انا كمان هنا دخول باختراق مستوى الخمسين لكن كان الاختراق ضعيف نوعا ما ورجعت وهنا المفروض يعطيني خروج انا نسيت احطه يعني هنا كمان في خروج هنا كسر مستوى الخمسين كسر مستوى الخمسين خروج على طول لا تفاهم لا تتفاهم يعني لا تتشاور لا تفكر امشي على الاستراتيجية حقته تخسر شوية تكسب كثير هذه الفكرة هنا اعطاني خروج بكسر متوسط الـ 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 والخمسين ونزل السهم فعلا وكسر كمان متوسط المية وصار بر البولينجر شوف هذا كله رحمك منه نزول هذا كله طلعك هنا وبعد بعدك عن الخسارة هذه كلها لما نجا اختبر الميتين ما زلنا في ترينت صاعد مدام انا فوق الميتين رجع طلع تاني مرة وهنا اعطاني دخول باختراق مستوى الثلاثين عند الشمعة هذه شوف من بدري اعطاك لو انا ما استنى ما اشتري هنا انا استنى يعني بدون رس اي ما ادخل في الشمعة الثانية لكن هو هنا في الشمعة الثانية يخترق خطة الثلاثين واداني علامة الدخول فاللي هيمشي على الارس اي هيشتري بدري وحيبيع بدري قبل ما يصير شيء قد هو برة حاطت الرجل على الرجل جاني ارباحه ما عنده اي مشكلة فالارس اي هو جميل يا جماعة يعني للي يعرف يقرأ ويمشي عليه بعد كده لما انت يصير مرة متمكن من الارس اي وتعرف فعلا نقاط الدخول والخروج الرئيسية التي تنطبق على السهم اللي انت على لانه قراءة الارس اي من سهم الى سهم تختلف بعض الشيء من ايش الاختلاف اختلاف بسيط اللي هو المستويات يعني تقدر تعدل المستويات ما هو شرط عند الخمسين في بعض الشركات لازم الارس اي يخترق الاربعين عشان يعطيك مش خمسين او الستين فانت حت تفهم وتعرف وتستوعب هذا الشيء بالممارسة وباختلاف قراءتك على جميع الشركات لما تمسك عشر شركات كل يوم تقعد تقرأ نفس العشرة شركات كل يوم خلاص حتعرف انه هذا الشركة لو جات وطلعت فوق الاربعين ما ستسوي للحركة هذه تطلع شوية وتنزل تطلع ستروح زي هذا فوق اخترق خط الخمسين مستوى الخمسين وطلع بس عكس بدري ونزلني وخلاني ابيع تاني مرة يبرس مالي او بزيادة شي بسيط ففي شركة تانية احتمال هذه الحركة ما تسير لو انا حاطط الخط هنا تحت اخترق وطلع الطلعة دي كلها في بعض الشركات الخمسين ما يمشي معها يمشي معها مثلا التلاتة واربعين يمشي معها الاربعين فان تجرب تقدر تضيف خطوط عرضية قد ما تبغى مستويات قد ما تبغى عندك من العشرين للمية ضيف وشوف هتلاقي في عندك دعوم يجي الارس يخبطها ويرجع ما يقدر يكمل زي 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 كده مثلا هادي انا اعتبرها دعم شوف طاح رجع طاح ضرب هتاني مرة هذا انا بالنسبة لي خلاص صار عندي خط الخمسين للمؤشر دعم قوي يضرب ويطلع يضرب ويطلع ما عندي مشكلة اه اش فيه كمان قلنا نعمل زوم اوت شوف مثلا هنا دعم شوف طاح ارتد منه يرتد منه من خط الخمسين المه التمحور كله حوالين خط الخمسين هنا شوف كيف دعم وممكن يتحول الى مقاومة زي هذه شوف طاح حاول ما قدر رجع نزل اخترق هنا هنا برضو حاول يضرب ونزل بس رجع اخترق خلينا خلينا نشوف شركة لو حطينا شركة بدل مؤشرة العام ناخد مثلا اي شركة اصنيع يلا هذا التصنيع شوف التصنيع طاح قد خرجك من هنا الارس قال لك اطلع عفق عشي القشك والجبل شوف نزل الان الان تدخل هنا دخول شراء لانك حترجع تطلع الان هنا هنا تبيع في ناس يشتروا في هذه الاماكن وما يطلعوا الا في هذه الاماكن فوق السبعين يشتري تحت الثلاثين ويبيع فوق السبعين ان شاء الله يقعد في السهم خمسة شهور ما عندي مشكلة طبعا حيقعد على الاسبوع اشوفوا حركة الاسبوع كيف شكلها تسير مع الارس اي هدول طبعا للناس المستثمرين اربعة اسبوع بيحسب لك الهاي حق اربعة اسبوع واللو حق اربعة اسبوع ويديك في الاخر هذه الارقام فالكبار يلم في هذه الاماكن دائما عند الثلاثين ما بين الثلاثين والعشرين ويبيعوا ما بين السبعين والمية اما هذه الحاجات اللي في النص ما له شغل فيها هذه حقة المضارب يسيبها اتمنى يكون الدرس هذا واضح وسهل وبسيط والتطبيق والتمرين هيخليك متمرس اكثر وتضيف مستوياتك اللي انت تشوفها صح ومرتاح عليها مرن يعني الارس اي تقدر تتعامل معه بالمستويات وتحط لك دعوم ومقاومات يساعدك كثير فانك تعرف ايش تسوي شوف هنا كيف تشبع شرائي محل بيع فعلا انا هنا في قمة وهنا قيعان شرائية انا هنا في قاعة شوف القاعة ده اهو بر الغيمة كمان هذه التلاتة القمم اللي جن بعض كلها هذه في حاجات ثانية الارس يعطيك عليها فكرة كده اه لكن هتخربط وما بغى ادخل فيها بشكل اه يعني ما بتوغل فيها كثير ما بتحصل دايما اللي هي اه الانعكاس السعري يعني الارس يكون نازل والسعر يكون طالع فهذا يعطيك انطباع انه السهم حيطيح والعكس احيانا تكون في عندك قمة من الارس اي قمة اكبر من قمة بس عندك الاسعار القمة اصغر من قمة ما هي اكبر فهذا يعطيك انطباع انه في خلل اخرج واستنى شوية خلي الامور تتعدل يعني هذه برضو واحدة الافكار اللي سموها الانعكاسات حاجات ما هي ماشية مع السعر ماشية بعكس السعر يعني كمثال الاحب اعطيكم اياه فقط لا اكثر ولا اقل لو لقينا شيء بيعطينا انعكاس شوف هذا بيعطينا انعكاس عندنا هنا قمة 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 صعدة قمة على من قمة صح لكن تعال شوف الارس اي القمة هذه هي دي والقمة هذه هي دي والقمة هذه هي دي طب هذا جاي معك بالعكس نازل على تحت ها هذي طال على فوق وهذا نازل على تحت اشتار بعدها طاح السهم لانه حيتبع اتجاه الارس اي هو العزم هو العزم بدون العزم ما حيطلع السعر فالعزم هنا بيقول لك من بدر هذه القمة هذه هي جات قمة ثانية نفرط تكون اعلى ليش هذه جاي اقل في شي غلط جات كمان قمة ثانية اعلى من القمة السابقة لكن هنا جات اقل لا 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 اخرج واقعد برا واشوف الامور كيف بلين تزبط وتشتري هنا زي الملوك ملوك وهكذا هذه فكرة الارس اي وطريقة استخدامها ترجمة نانسي قنقر